يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم صحيح الإمام البخاري الألد الخصم يعني الرجل اللي هو شديد الخصومة والتعامل معه بيكون صعب جداً هو دي أبغض الرجال إلى الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتاد القتاد هو النمام اللي بنئل الكلام بين الناس عشان يوقع بينهم والمنان غير الغيبة الغيبة دي ذكرك أخاك بما تكره عشان في ناس بخلطوا بينهم المنان دي قصة والمغتاب قصة تانية القتاد هو المنان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب الله له بها ألف حسنة ويحط عنه بها ألف خطيئة صحيح الإمام الألبني في الجامع التسبيح هو صغطه سبحان الله وبحمد دي صيغة وفي صيغة أخرى سبحان الله العظيم وبحمد وكمان التسبيح من أسكار الصباح والمساء يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام صباحاً يقول مية ومساء يقول مية وأكتر كمان حتى في حديث يقول اللي يسبح الله مئة تسبيحة لم يأتي أحد أفضل منه يوم القيامة إلا رجل قال مثله أو زاد يعني دي من الأسكار اللي مش مقيدة بعدد يعني فيه أسكار مقيدة بعدد زي مثلاً أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق سلسة مرات مساء دي مقيدة بثلاث مرات زي كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العليم سلسة مرات صباحاً وسلسة مساء دي مقيدين بعدد أما التسبيح مش مقيد بعدد ولا الاستغفار ولا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأشياء ليس مقيدين بعدد ولا الباقيات الصالحات الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هؤلاء مش مقيدين بعدد الواحد يقولهم زي ما هو عاوز